بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الأعزاء بهالمقطع بإذنه رح نحل مع بعض الاختبار السادس في بحث المنصف السؤال الأول عندي منصف خارجي 3 ستة مثل ما حكينا سابقا لما بيكون عندي الضلع القريب من المنصف هو نصف الضلع البعيد عن المنصف بيكونوا القطعتين بالأسفل المتساويتين إذن هذا الطول طوله أربعة رح أطبق نظرية المنصف الخارجي اللي بتقول مربع طول المنصف الخارجي يساوي الطول الأول ضرب الكلي يعني أربعة ضرب تمانية ناقص جداء الضلعين ثلاثة بستة يعني ناقص تمنتعش فأربعة ضرب تمانية تنين وثلاثين راح منا تمنتعش يعني بيطلع معي أربطعش فإذن الإكس رح يكون جزر الأربطعش الجواب بي السؤال الثاني عندي منصف خارجي أنا مبدئيا لازمني حساب الطول دي جي رح أسميه أ فيني أقول أربعة على ستة بيساوي أ على أ زائد خمسة أربعة على ستة لنا بيساوي أ على أ زائد خمسة اختصرنا مع بعض هون إذن 2 على 3 معتصار عندي 3A بيساوي 2A زائد 10 2A زائد 10 معناها الآ طلع عندي طوله 10 طيب أنا بعد ما عرفت طول الآ هلأ رح أطبق نظرية المنصف لحساب الـ X X للتربيع يساوي الطول القصير ضرب الكلي يعني 10 مضروب بخمسة عشر ناقص جداء الضلعين أربعة بستة يعني ناقص أربعة وعشرين يعني 150 راح منا أربعة وعشرين رح يطلع معي مية وستة وعشرين المية وستة وعشرين هي أنا عندي هلأ الـ X رح يكون هو جزر المية وستة وعشرين المية وستة وعشرين هي تسعة ضرب أربطاش يعني معناته ثلاثة بجزر الأربطاش جواب D السؤال الثالث عندي عم بيطلب مني طول المنصف لو فرضت طول الضلع A-B هو A إذن 2 على A بيساوي ثلاثة على تسعة 2 على A بيساوي ثلاثة على تسعة طبعا هون مع هون يعني رح يطيني واحدة على ثلاثة الطرفين بالوسطين إذن الآ طلع طوله ستة معناها هون عندي ستة هدا رح أطبق نظرية المنصف X للتربيع يساوي الطول القصير ضرب الكلي يعني ثلاثة بتسعة ناقص ثنين بستة يعني ناقص ثلاثة ثلاثة بتسعة يعني سبعة وعشرين سبعة وعشرين راح منها اثناش يعني رح يطلع معي خمسة عشر إذن معناتها الـ X هو جزر الخمسة عشر جواب دي السؤال الرابع عندي مسلس قائم 12-13 إذن هون الطول عندي خمسة هلأ لو طبقت نظرية المنصف مبدئيا بدي أحسب طول الضلع A خمسة على 13 بساوي A على A زائد 12 الطرفين بالوسطين صار عندي 13A بساوي خمسة A زائد 60 إذن صار عندي نقلنا الخمسة صار عندي 8A بتساوي 60 معناها الـ A هو 60 على 8 طبعا كلاهم يقبل قسمة على أربعة يعني 15 على 2 إذن طلع طول هذا الضلع 15 على 2 هلأ لحساب الـ X ما رح أطبق نظرية المنصف رح أشتغل في المسلس القائم عندي ضلع خمسة وضلع آخر هو 15 على 2 مشان أتخلص من الكسور رح أخذ هذا المسلس أتخيل أنه صار بالشكل التالي رح أضرب بـ 2 إذن أصبح هذا الضلع عشرة وهذا الضلع صار طوله 15 أيضا هذا المسلس ما رح أعزب حالي رح أختصر أقسم على 5 إذن رح يصير عندي مسلس بالشكل التالي هذا طول الضلع هون 2 وهون 3 2 مع 3 مسلس قائم مربع لـ 2 4 مربع لـ 3 9 إذن 13 معناته هون جزر 13 لكن أنا انتبه أنا كنت مقسم على 5 رح أرجع أضرب بـ 5 إذا ضربنا بـ 5 رح يطلع هون عندي 5 بجزر الـ 13 انتبه أنا لما أخذت المسلس نحو الأعلى كنت ضربت بـ 2 هون شو رح أساوي رح أرجع أقسم على 2 5 بجزر 13 على 2 إذن الجواب هو A سؤال خامس لو سميت هذا الضلع A إذن 3 على 4 بساوي A على A زائد 2 الطرفين بالوسطين 4A بساوي 3A زائد 6 معناته A طلع عندي طوله 6 أصبح عندي بإمكاني أطبق نظرية المنصف X للتربيع يساوي 6 ضرب 8 6 بـ 8 ناقص 3 بـ 4 يعني 6 بـ 8 48 راح منا 12 يعني 36 معناها X بيطلع 6 جواب B السؤال السادس انتبهوا شباب نحن قلنا بزمانه لما بيكون عندي طول القطعتين في الأسفل المتساويتين لابد أنه الضلع القصير نصف الضلع الطويل إذن هون عندي 12 معناها هون عندي أيضا 12 وأيضا هون عندي 12 هلأ فيني أطبق نظرية المنصف X للتربيع يساوي 12 مضروب بـ 24 ناقص 6 ضرب 12 بإمكاني أطالع الـ 12 عام المشترك إذن 12 مضروب بـ 24 راح منا 6 إذن 12 ضرب 18 هلأ لجزر هذا الرقم X يساوي جزر 12 هو 2 بجزر 3 الـ 18 شو جزرة هي 3 بجزر الـ 2 معتها الجواب 6 بجزر الـ 6 الجواب A السؤال السابع عندي 3 مرات D A بيساوي B D إذن هون عندي 3 K وعندي D A هو K إذن هون K و B D 3 K هلأ لو أنا اشتغلت على المنصف الخارجي وسميت هذا الضلع طوله A وهذا الضلع طوله B بالاعتماد على المنصف الخارجي فيني أقول A على B يساوي K على 4 K إذن A على B الضلع هذا على B يساوي K على 4 K يعني 1 على 4 بعد ما طلعت النسب بهذا الشكل فيني أنا أتخيل مسألتي بالشكل التالي أنا عندي مسلس A B J هذا هو وبداخله منصف داخلي انتبهوا هون عندي منصف داخلي فيني أقول أنه نسبة A على B يساوي 4 على X إذن A على B يساوي 4 على X الطرفين بالوسطين معناها X طلع عندي 16 جواب D السؤال الثامن لو جمعت الزاويتين مع بعض رح يطلع عندي 150 ألفة ونائس 2000 إذن نائس 1000 مكملت هذه الزاوية 150 مكملت 30 وعندي زائد 1000 مع بعض إذن 30 زائد 1000 معناها أنا لو مديتها ضدلع شوي لفو رح تنشأ عندي الزاوية المكملة إذن هون 30 زائد 1000 فلاحظ الزاويتين هون صاروا مثل بعض إذن هذا منصف خارجي طيب تذكروا بشكل جيد حكينا إن لما عندي الضلع القصير نصف الضلع الطويل بيكون القطعتين بالأسفل متساويتين يعني هون عندي خمسة هلا بطبئ نظرية المنصف X للتربيع يساوي 5 ضرب 10 إذن 5 10 ناقص جداء الضلعين 4 8 يعني ناقص 32 50 راح من 32 تطلع 18 معناها X هو جزر 18 يعني 3 بجزر 2 جواب G السؤال التاسع مبدئيا بالاعتماد على المسلس A B A وبداخله المنصف الداخلي اللي هو A D فين يقول الستة عطتني نصف ثلاثة مع 38 راح تعطيني 4 راح احسب طول A D على اعتبار انه طول A راح اقول A للتربيع يساوي جداء الضلعين 6 8 ناقص جداء الجزئين 3 4 يعني 48 راح من 12 36 مع نتال A إذن A طلع عندي 6 إذن هذا الطول A يساوي 6 وما في داعي تبقى هلأ عم يطلب مني طول X مبدئيا راح اشتغل على المسلس اللي هو انتبهوا عليه هذا المسلس والمنصف الخارجي لأله اللي هو A G هلأ انتبهوا بشكل جيد قلنا لما عندي الضلع القريب من المنصف نصف الضلع الكبير بيكونوا القطعتين بالأسفل متساويتين يعني X لازم يكون 6 جوابه G السؤال العاشر عندي مسلس قائم 6 و3 و10 اذا هذا الضلع 8 لو انا مديت الضلع G A شويد برا راح يطلع عندي اكيد هون زاوية قائمة طيب في عندي 45 اذا الجزء المتبقي 45 اذا هذا AB هو منصف خارجي طيب لو طبقت اذا 6 على 8 بساوي X على X زائد 10 طبعا فيني اختصر ال6 مع 8 كلاهما يقبل قسمة على 2 اذا نظل 3 على 4 الطرفين بالوسطين 4X بساوي 3X زائد 30 معناها X طلع عندي 30 جوابه G السؤال عاشر A G هو منصف داخلي وبالتالي راح يحصل عندي تناسب هون 3 كا وهون ايضا 2 كا لو طبقت نظرية المنصف الخارجي اتضلع القريب على البعيد اذا صار عندي 5 على 3 كا يساوي 6 على 6 زائد 2 كا الطرفين بالوسطين 6 ب3 كا صار 18 كا يساوي 5 ب6 30 زائد 10 كا 10 كا زائد 30 نقلنا 10 كا هاتجية صار 8 كا 30 معناته كا 30 على 8 قسم على 2 يعني 15 على 4 لكن هو بده X X 2 K X يساوي خذ هذا الرقم ضربه 2 بيطلع معك 15 على 2 الجواب هو D السؤال 12 عندي AB منصف داخلي عندي ضلع متعامد مع المنصف الداخلي فأكيد هو منصف خارجي إذن المنصف الخارجي يتعامد مع المنصف الداخلي طيب نحن هون عندي انتبه أضلع المسلس هذا الضلع نصف الضلع الآخر معناته بيقولنا بيكونوا القطعتين هدول متساويتين إذن هذا الطول كاملا هو 6 هلأ خليني أشتغل على المنصف الداخلي يعني بأشتغل على المنصف الداخلي الأربعة رح تعطيني هون 2 K اللي 8 رح أو عفوا هون رح تعطيني K أنا آسف الأربعة إذا عطتني K اللي 8 رح تعطيني 2 K 3 K هن 6 إذن K 2 معناها هذا الضلع 2 وهذا الضلع 4 هلأ رح أطالع X اللي هو منصف داخلي رح أطالع منظرية المنصف الداخلي X للتربيع يساوي جداء الضلعين يعني 8 بأربعة إذن 32 ناقص جداء القطعتين 2 ضرب 4 يعني 8 معتها بيطلع عندي 24 إذن فالإكس هو 2 بجزر 6 جوابه د السؤال 13 عندي مسلس قائم 5 12 إذن لابد أنه 13 مسلس شهير لو مديت الضلع بيج نحو الخارج شوي انتبه هون في زعو قائمة وتطلع إذن عندي 45 إذن صار هذا منصف خارجي إذن منصف خارجي فيني أطبق نظرية المنصف الخارجي أقول الضلع القصير على البعيد بيساوي هذا على الكلي إذن 5 على 12 يساوي X على X زائد 13 جداء الطرفين بالوسطين إذن صار عندي 5 X زائد إذن 5 X زائد 5 13 هي 65 يساوي 12 X نقلنا 5 عن 12 إذن 7 X يساوي 65 معناها X هو 65 على 7 الجواب B السؤال 14 بداية بالاعتماد على المنصف الداخلي لاحظ 8 يعطتني 4 يعني نصف 12 سأعطيني 6 إذن A A طوله 6 سأطبق نظرية المنصف الخارجي قلنا الضلع القصير على الطويل 6 و4 10 10 على 12 يساوي X على X زائد 8 طبعا العشرة مع الـ 12 هي 5 على 6 طرفين بالوسطين 6 X يساوي 5 X زائد 5 بـ 8 40 معناها X طلع 40 جواب A سؤال 15 مبدئيا بالاعتماد على المنصف الخارجي هذا أنا عندي هون منصف خارجي بما أنه الـ 3 نصف الـ 6 فهالقطع رح تكون قد هالقطع إذن بـ عرفنا أنه طوله 4 هلأ رح أعتمد على المنصف الخارجي أيضا مشان حساب كامل طول المنصف الخارجي خلينا أقول له هو Y فين يقول Y للتربيع يساوي 4 ضرب 8 ناقص 3 بـ 6 يعني 32 راح منه 18 إذن 14 معناها Y هو جزر 14 هلأ مبدئيا بدي أشتغل ضمن المسلس ADB وعندي DA منصف داخلي الـ 3 رح يعطيني هون 3K والـ 4 رح يعطيني 4K شو صار عندي صار 7K 7K بتساوي الطول كاملا يساوي جزر 14 معناها K هو جزر 14 على 7 لكن أنا بدي X هو 3K إذن معناها X هو 3 بجزر 14 على 7 الجواب A السؤال 16 عندي 3 زوايا متساويات مجموعة 180 إذن لابد أنه هنين 60 هلأ لو أنا مديت أضلع J A بالشكل التالي أيضا هون بالتقابل بالرأس رح تطلع 60 درجة طيب انتبهوا شباب شو صار بإمكاني أنا أن أتخيل مسألتي بالشكل التالي أنه هون عندي أنا المسلس الأساسي هو هاد اللي هو A D J وفي عندي هون منصف خارجي هذا رح يكون منصف خارجي لأنه أسملي 60 ب60 إذن منصف خارجي إلنا سابقا إذا كان عندي طول الضلع القصير نصف الطويل معناها القاعدة هدول قطعتين بيكونوا متساويات إذن هون عندي X طيب انتبه شو صار عندك صار هون هذا الخط A D هو منصف انتبه 60 ب60 ومتوسط إذن بما أنه هو منصف ومتوسط فهو عمود والمسلس متساوي الساقين طيب انتبه للمسلس A D J فيه 2 وهذا 4 إذن لابد أنه الزاوية هون أكيد 30 30 60 90 إذن 2 4 فهذا 2 بجزر 3 جواب D بهيك شباب بيكونوا نكتير لأزرعكم